تم توزيع الدروع الذهبي على آخر المراكز الحكومية التي طبقت شروط ومعايير برنامج تقييم هذا البرنامج الذي أوجد نوعا من المنافسة الإيجابية بين متنوع الجهات والدوائر الحكومية في مراعاة الجودة والكفاءة عند تقديم خدماتها ووضعها بين يدي الجمهور المستهدف وتستمر عملية الإشارة إلى المراكز الحكومية ومكافأتها نظير جهدها المتميز في تقديم الخدمة للعملاء تصنيف الفئة الذهبية وضع في مقام هذه المراكز ممن تحققت فيها الشروط والمعايير التي تم اعتمادها من قبل برنامج تقييم هذا البرنامج الذي أوجد نوعا من المنافسة الإيجابية بين مختلف الجهات الحكومية في محاكاة الجودة والنوعية عند وضع خدماتها بين يدي الجمهور المستهدف التقييم تم بشمولية وبشفافية تامة تم التقييم ما يزيد على 90 مركزا فازت 10 مراكز منهم بالدرع الذهبي وتم تعليق الدروع على وجهة جميع هذه المراكز وآلية التقييم مبنية على ثلاث أسس رئيسية هناك ديل استرشادي بـ 92 معيار والتقييم يكون بزيارات ميدانية بمقيمين سريين وباستطلاعات أرها المراجعين مبادرة تتعظم فيها الأهداف لتسمو من خلال إحقاقها آلية العمل الحكومي على اختلاف مجالاته والأمر أيضا سيخلق طابعا جديا من المراقبة المتواصلة لطبيعة الآداء الذاتي للمراكز الموزعة في جميع مناطق المملكة بأسلوب يحاور تلك المفاهيم الحديثة التي بات تطبيقها أمرا حتميا وتسارع في انتهاجها جميع الوزارات والدوائر الرسمية على وجه التحديد وهذه الدرع أنا شخصيا استلامت من يد سموه في القصر القطيبية فكان لها الدور الكبير في تشجيعنا وخلقنا يزيد من روح التنافسية في هالمجال والحمد لله مثل ما شفتها واللاجنة قامت بدور كبير في مجال التطوير فبدأنا من الستارفيف ثم يخذنا الدليل وطبغنا بحدافيرة الحمد لله رب العالمين تميزنا طبعا احنا اشتغلنا على الموضوع شم شهر وحاولنا نحقق اللي هو أكثر من 86 معيار وكان منفهم فيهم تحديات بس الحمد لله يعني قدرنا ان احنا نحط جهودنا كلها ونحققها وحققناها في وقت وجيز أكيد لأنه بالشروط اللي موجودة في التقييم الحمد لله هي تعطينا دافع وتعطينا طريق نمشي عليه وفعلا هذا الطريق اللي مشينا عليه وهو اللي عطى الخدمة الممتازة طبعا المنافسة طبعا تكون على مراكز الحكومية ان احنا نتميز كتمكين احنا خصوصا وزارات والدواء الثانية انت لما تكون عندك هذا الجائزة طبعا هذا يكون اتشيف منت وهذا شيء طبعا ما تحصل بكل سهولة خصوصا من الامور والركواير منتالي طالبينهم من لجنة نفسهم درع ذهبي علق على جدران مركز استحقه عن جدارة وتميز وتفرد واشارة حقيقية وضعها المواطن والمقيم في قالب اشادة تهادت على كيفية اعطائه الخدمة واجادتها وحتى عبر نطاق السرعة في منحها لتلفزيون البحرين محمد رشيدات محمد رشيدات